خلينا استأذينا كابتن نروح لأرض الملعب وزمالتنا ومراسلتنا لورهان طمان ولقاءات مهمة لأرض الملعب تفضل لورهان يا مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي خلاة النادي الأهلي في كل مكان طبعا بنبارك للنادي الأهلي فوزوا على نظيره الاتحاد السكندري في المباراة اللي لسه يعني يمكن منتهية منذ دقائق قليلة طبعا ثلاث أشواط دون رد بنبارك طبعا للنادي الأهلي ومعنا نجم من نجوم المباراة وطبعا نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر ويعني إحنا طبعا جمهورنا دي أهلي دائما بلقابه بمسي كرة الطائرة أحمد صلاح أهلا بيك معنا يا أحمد ومبروك على الفوز ربنا خليجي شكرا طبعا نقول مبروك للنادي الأهلي وجمهور وإن شاء الله بإذن الله في انتصارات إن شاء الله أحمد تكلمنا بقى عن المباراة النهاردة يمكن الشرط التاني كان صعب شوية عن باية الأشواط 20-25 يعني فرقنا ولكن يعني كان إلى حد كبير صعب شوية طبعا أكيد إحنا بعد توقف أكتر من أسبوعين طبيعي جدا طبعا إنت قاعد من غير مطشاط فده يبقى هو ده يعني المطش يبقى فيه شوية صعوبة لكن الحمد لله يعني إحنا قدرنا يعني إحنا نفرق تاني وخدنا الجيم وبعد كده الجيم التالي الحمد لله خدنا بسهولة يعني طيب الفترة اللي فاتت بقى يعني يمكننا أنت ما كنتش معنا قبل المباراة ما عرفناش يعني نعرف منك كنتوا يعني كلمنا عن التدريبات وكلمنا عن أكيد كابت محمد بسلحي بيبقى لي يعني توجهات مختلفة في الأيام اللي فات طبعا كان فيه شغل كتير جدا في رمضان وحتى كمان خدنا أجازل عيد يومين وبعد كده عملنا تدريب صوحة وصوحة بعد الظهر يومين كنا منجهز لمطش للتحاد من حوالي أسبوع والحمد لله يعني أدادنا لأخدنا محاضرة بارح ومحاضرة النهاردة ويعني كنا درسلهم بأن أكتر من أسبوع والحمد لله اللي هو قال عليه الحمد لله قدنا ننفذه وعشان كده الحمد لله مطش ما كانتش صعب يعني طيب كلمنا برضو مش هقدر ما بتبقاش معنا وتكلمنا عن الإجراءات الاحترازية بقى يعني بتعملوا إيه في الأيام اللي يمكن ما فيهاش فيها مباريات وفيها تدريبات أخالص أنا من خلص تمرين وبنروح ما بيش يعني وكان كنت ميدو كان بدأ على موضوع الخروج والكلام ده كله وقال لنا يا جماعة هو فاضل شهر لازم كل واحد يلتزم ويركز والموضوع ده بش مفوش هزار إنه نوفيه العيب لقدر الله حصلوا حاجة هتأسر على الفرقة جامد وفعلا الحمد لله فرقة كلها ملتزمة خلاص تمرينها بتروح على طول وبتيجي من البيت على التمرين وكله يعني إحنا نستحمل الفترة دي فترة صعبة وفترة مهمة جدا هي دي دي فترة يعني هي دي الموسم بالنسبة لنا اللي هو الماتشين الباقيين إن شاء الله وماتشات الكاس فعلا الحمد لله إحنا حطيني الموضوع في دماغنا اللي دي طبعا نادل أهل المستنين من نهاية البطولات فإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يكرمنا ناخد البطولات إن شاء الله بإذن الله أخيرا يعني طبعا المبارتين القادمتين طلع الجيش والزمالك طلع الجيش الأقرب ثم الزمالك وطبعا دي مباراة الدربي ومباراة ختام كمان أعتقد الموسم شايف الماتشين إزاي وتحديدا طبعا مباراة الزمالك طبعا أولا يعني إحنا بين ساعة مكاتب حمد سرحي يميسك الجهاز هو إحنا ماشيين ماتش بماتشو كل ماتش بنزمنه مهم كل ماتش بنجهز له وليه خطته وليه البرنامج بتاعه ما يدرش أن أتكلم على ماتش الزمالك قبل ماتش الجيش إن برضو ماتش الجيش ماتش مهم إن طبعا الفترة اللي جاية كلها الماتشين اللي جايين بالذات زي ماتشات كاس ماينفعش يكون فيها خسارة لكن طبعا أكيد ماتش الزمالك أكيد دهو يعني ليه سيستم تاني طبعا ونظام تاني وإحنا جاهزله بس في وقته إحنا نجد عنده لها ماتش مهم ماتش الجيش إن شاء الله يوم الأربع أعديه بإذن الله وبعد كده نبدأ نفكر في ماتش الزمالك ونبدأ نجهزله إن شاء الله شكرا لك يا أحمد وبنرحب بك شكرا لك جدا على قاتل الآن ده طبعا كان لقاءنا مع نجم الفريق أحمد صلاح عودة مرة أخرى إلى الستوديو نرهان طمان مرسلتنا من الأرض الملعب أشكرك شكرا جزيرا لك